افتتاح الملتقى الاقليمي الاقتصادي والاجتماعي والتضامني اليوم الثلاثة في نواكشوت والذي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني بالتعاون مع جهة نواكشوت ومنظمة تعاون الإسباني ويهدف الملتقى بحسب منظمه إلى تبادل التجارب والخبرات بين موريتانيا ودول المنطقة حول أفضل الحلول للتحديات التنموية المشتركة حيث سيعمل المشاركون فيه على تبني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كاقتصاد بديل وواعد يساعد على محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي تبني الاقتصاد والاجتماعي والتضامني كاقتصاد بديل وواعد حيث تساهم تنميته في محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي إضافة إلى خلق ديناميكية تشاركية مع تحقيق مصلحة جماعية ومجتمعية يتوخى من خلالها إيجاد فرص جديدة للشغل من إدماج الشباب حامل المشاريع والمقاولات الاجتماعية وبالتالي المساهمة بالتنمية المستدامة والرفع من الدخل الفردي وأكد المنظمون أن الهيهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص اجتمعت في هذا الملتقى لتعزيز الاقتصاد الاجتماعي وخلق فرص تشغيل للشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بمنح الاقتصاد التضامن كل فرصة للنجاح ولديه قدرة على إعادة تشكيل الاقتصاد من خلال نماذج شاملة ومستدامة تؤدي إلى تحويل بيئي واقتصادي واجتماعي أكثر إنصافا إن الاقتصاد الاجتماعي المنظم يمكن أن يجد حلا للعديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه بردنا وحضر الملتقى ممثلون عن منظمات اقتصادية دولية ودبلوماسيون من دول الجواء وذاعلون في مجال التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر